تقول عندنا قريبة تأتي عندنا وتلمزنا أحيانا بكلام جارح وبعدها تقوم بالاستغفار وإذا أتت مرة أخرى تفعل الشيء نفسه وما حكم هذا العمل أختي أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيك بالنسبة لهذا الأمر يعني عجيب وغريب امرأة من أقاربكم تأتي إليكم وتبدأ باللمز والهمز ثم تقول أستغفر الله هذا ذكر العلماء بأن الشخص الذي يتعمد الذنب يتعمد الذنب ويقول أستغفر بعده قالوا هذه لا تنفعه يعني شخص يقول أنا إن شاء الله سأستغفر بعد ما أفعل الذنب هذا ما يجوز وحرام وهل تنفعه التوبة والاستغفار قال كثير من أهل العلم ما ينفع ذلك لأنه تعمد الذنب وقصده وحتى أن بعض العلماء قالوا هذا مستهتر بالاستغفار استغفاره يحتاج إلى استغفار استغفاره يحتاج إلى استغفار وهذه المرأة يعني هل تضمن أنها تبقى حتى تستغفر وتتوب النفوس بيد الله والأعمار بيد الله والأرواح بيد الله سبحانه وتعالى لذلك اخت الفاضة لهذه المرأة يجب عليكم أن تنصحونها وتذكرونها بالله وتقول هذا حرام ولا يجوز فالله جل وعلي قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوما من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيسى الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتفأ أولئك هم الظالمون قال ولا تلمزوا أنفسكم يعني نزل المسلم منزلة الأخ والنفس قال ولا تلمزوا أنفسكم نزل المسلم منزلة النفس كيف المسلم يلمز أخاه وكيف يلمز مسلم القريب شخص من أقاربه من أقاربه لذلك يقتل فاضلة ذكروها بالله وخوفوها وقلوا له تنتهي عن مثل هذا الأمر ولا يجوز جرح المشاعر ولا يجوز الاستهزاء والسخرى والطعن ويعني الكلام الفاحش هذا والبذيء وإيذاء الناس الله جل وعلي يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانه وإثمه مبينة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضر مسلما ضره الله أو ضر الله به والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة